أبوي لما أعرف عن السوشيال ميديا كان يعني يمكن أسوأ شهر بحياتي كلها لأنه أعرف صدمة فجأة فجأة أعرف وأنا لا أعرفهم صراحة يعني أنا كان عم بيحضر تلفزيون ما مهدت له أنت أولا لا لا ما بعرف كان كنت قريبا تلات سنين على السوشيال ميديا وأبوي ما بعرف إشي فلما أعرف فجأة وإنه كمان إلي تلات سنين ومش حكيت له وكل العيالي بتعرف إلا هو إنجن أبوي إنجن وكانت الطريق اللي يعرف فيها كانت كثير غلط صراحة كان على التلفزيون عم بيحضر أبوي بيحب يشغل يوتيوب هيك أنه كله على التلفزيون يكون فهي وز واتشين تيفي وكنت أنا أفتح لايفات يوناو زمان فطلع له واحدة كانت ضلها تاخد لايفاتي وتنزلهم على اليوتيوب فطلعت مع مين سبحان الله ويسام قطب كنا أنا وهي أول لايف على اليوناو طالعين إنه عم نعمل إشي كثير تافه إنه إذا بتحكي لي النقطة وبضحك عليها إليك عقاب إذا بحكي لك النقطة بضحك إليك عقاب فأبوي سكرولينج فشاف شكلي أنا بالغرفة وإمي قاعدة جمع وعم بتحضر مام فشاف شكلي صورت على التلفزيون يعني كأب يعني آخر إشي بحياته ممكن يتوقعها قبل أربع سنين إنه أنا ليه بنتي موجودة هلا على التلفزيون قدامي إنه شو عم بصير أنا مش فاهم ففتح الفيديو وقعد يحضر إنه أنا فاتح لايف يعني إريت إنه حتى طلع لي لايف لحالي مثلا لا مع شاب فيعني نصعق أبوي نصعق ففتحت الفيديو أنا لما سمعت صوتي من جو الغرفة يما 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 أنا صرت أرجوف قعدتي حالة وبحكي يا رب شو تيصير هلا شو حيصير هلا فعملت حالي نايمة طبعا فأمي سامع أمي عم بحكي لها إنه إشهد بنتك ليش على التلفزيون بنتك بعدا بنتك ليش على التلفزيون إش عم بصير مينات وهيك فأنا لما سمعت هيك قلت يا ربي إشهد لي رح يصير فأمي صرت تناديني إنه رغتت حالي تعالي بصير فأجيت فأبوي مصدوم مش عارش يحكي فماما عم تحاول تشرح إنه اسمع هاتش بنتك على السوشيال ميديا إتس أوكي ما عم تعمل إشي غلط لا تخاف أنا فوق راسها 24 ساعة أنا عم بشوف شو عم تعمل ودونت ورهي من الحكي فهو لسه إنه إنت إيش عم تحكي إنتي عم تحاول تقنعيني يلا وإنتي عارفي كمان وإنه شو؟ وشو بتعمل يعني بنتك على السوشيال ميديا وإيش أصدق؟ والعالة وإذا حدا يعرف صرت تحكي لأمي إنه اسمع كل حدا بيعرف إلا أنت هو هون إنه إيش عم بصير لأ فصار صار يحكي إنه نشو هاد الحكي بكرة كل إشي بنشطيب وأنا ما عندي هاد الحكي وما فيه وإنه أتوز فيري بعد وقتها تقريبا شهر كامل إنه أبوي مانحتي مع بعض لأنه أول مرة أوقف بوجه أبوي حكي له إنه اسمع بابا أنا بأميركا مش عجبيتني أنا حياتي كتير سيئة هون أنا تعباني نفسيا أنا أنا لا أستطيع الحياة يعني خلص بروح من الجامعة شبرتني أروح على الشغل ست أروح على الشغل عشانك أنا لا أفعل شيء لأني خلص يعني حتى الجامعة إنه وقتها كنت فايت إشي ما بديها خلص I'm doing everything للناس ما عم بعمل إشي لإلي I hated my life خلص فعم بحكي له هاد الحكي وبحكي له إنه ما بيزبط هيك إنه أنا ما عم بعمل إشي غلط لو بعمل إشي غلط شوف ويحكيلي ويمنعني بس عم تحكي إنه ما أعمل هاد الإشي وأنا I'm not doing anything wrong بالعكس يعني people love me وكان وقتها يعني كتير ناس إنه الحمدلله لإنه ماشي صح ما كنت إنه عامل أي إشي غلط أو إنه أي إشي يعني خطأ يعني على السوشي الميديا I was just doing funny sketches وهي الأشياء اللي بتضحك أو أطلع أكون هيك شخصيتي طبيعية فكان خلص معارضة يعني فيش نقاش بالموضوع وهلأ هاي البنت تروح تشطب كل فيديوهاتك عن اليوتيوب وقتها قعدت يمكن ثلاث أيام بس ريبورتات 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 إنه دليت كل اللايبات على اليوتيوب آه توز يعني خلص يعني درجة أناقشه خلص يعني حكا ليه قد يصير هيك أخذ موبايل وقتها كنت شو 16 سنة لا شو 16 كنت أكتر 18 تخيلي تاخد بنت عمرة 18 سنة موبايلها منها فكان كتير في كتير أشياء سيئة فشهر كامل خلص يعني لأنه عشان قلت له لأ قلت له إنه عمل بدك يا أنا رح أرجع يعني إذا بدك تشطب لي كل إشياء لأشطب لي أنا رح أرجع أفتح أشياء فقلت له إنه خليني أعمل قدامك ليه عم تخليني إنه بدك يعني أعمل بالغصب إنه وراي ومع أحكي من أمي إنه صارت يحكي له إنه I think هذا الإشي الوحيد اللي أقنع أبوي إنه لقدام رح يصير يجيها شغل فهو إنه يمكن صار يفكر فيه إنه يعني هذا مستقبل إيه هذا شغل يعني فصارت تحكي له إنه كان وقتها في براند من الأردن اسمه أنسيت اسمه صراحة بس بعتين حكوا إنه بدهم يبعتوا إلي من الأردن بلايز عشان أنا أصورهم فهذا إشي إنه بالنسبة لي كان كان أول مرة بحياتي يعني بصير هيك إشي إنه هاست تبعت لي إشي عشان أصوره إنه for free كيف يعني فوقتيها إنه من الأردن لأميركا وبعتوا لي وأنا صارت أصور بماما صارت تحكي له في براند كبير بالأردن بعت لها ملابس عشان تصورهم وإنه هاد القدام يصير شغلي كتير مني وحبنا نحكي فبعد شهر هيك إمي حكت لي روحي إحكي معه واعتذلي منه هو متضايق إنك إنتي عرضت كلامه وكذا بس خلص إنتي يحكي له شوي شوي ومع الأيام يعني بهون الوضع وهيك فرحت لعنده وقلت له بابا أنا أسفة إذا بضايقتك بأي شيء بس أنا قلت لك زي ما حكيت لك إنه أنا بمرن مش عجبني أميركا وأنا مش مرتاحة وهذا الإشي الوحيد المبسطني ولي عم بيطلع إني من كآبتي يعني بشكل عام وهيك يعني قلت له إن انت تصير إحضرني نشوف أنا ما بعمل إشي غلط طبعا أبوي هنا إنه خلص رجعنا نحكي بس أبوي ما عمر أحضر الإشي كان يعمل حاله خلص ما اقتنع كمان آه أوكي نو 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 أبوي اقتنع حتى وقت لما إجيت تروح على أميركا على الأردن أصلي عشان الريالتي شو كان معارض سديم ما بعض في الزامع في السديم كان وقته بأيام كورونا كان معارض قال لا أما بتروحي شو تروح تسكني بالأردن وأنا وأمك مش موجودين معك يعني فكان كثير أغانست وأنا كنت خلصة I'm not going كنت نطلع الفكرة تماما من رأسي عبينما يوم إجيت أمي علي أو سكرا على الموضوع خلص إنه ما حتى ناقشنا أنه يا بالموضوع حكدا ما فيش مديش أسمع كمان مرة تحكي لي إنه أنت تنزلي على شو فبعد هيك أبل ما أنزل على الأردن يمكن بأسبوعين هيك شي إجيت علي أمي بتحكي لي يلا حضري شنتتك إنه جيب أغراضك حضري حكي لي إيش؟ حكي لي أقنعته وحكي لها إيش؟ إنه إيش أنزل على الأردن لحالي شهرين عشان برنامج قالت لي آه خلص أقنعته فقلت لها كيف أقنعته؟ شو قتيله؟ صارت حكي لي قلت له إنه احتمال بنتك كتير كوير إنها تفوز والفوز فيه مصاري وإنت رح تودي عليها هذه الفرصة أيوة حكي لك ونهلأ فهو إنه أبوي يمكن وقته أحس بالدم بإنه بلقي هذا كان إشي منيح لإلا مش منيح لإلا فصارت يحكي له آه بروح عليها هي بحكي لك ويمكن بالأردن يصير يطلبوها ناس وعالم وهذا الإشي كمان رح يروح عليها من وراك ما عليك أنت شهرين زمن وهي بترجع بتكمل جامعتها وظلها قاعدة عندك ولا يهمك بس خليها تنزل هالشهرين ما بتعرف شو بصير محا فقالت لي إنه هيك أقنعته هي وفعلياً اقتنع ونزلت على الأردن منور إمي فنزلتي على الأردن هون صار خلاص أبوي صار يشوف إنه أوف لأ أنا بنتي مطلوبة أنا بنتي محبوبة فصار يتابع عني ويحضر لي وبوقت سديم يصوت لي ويعمل لي فكان هون خلاص لكل إشي يعني علاقتي أنا وأبوي كيف هو صار ياخد عني نظرة حلوة يعني أنه لأ أنا لازم أفتخر ببنتي مش ما أحضرها وأو أعمل حالي مش شايفها فيسبوك أكاون تابعوا كله أنا خلاص فيسبوك أكاونت أبوي فان بيج لي صار ينزل كل إشي عني وخلاص هون القلب بالحياة هكا لأ بشكر أمي طبعا أمي بشوف الإلتزام رغد يعني حتى أنت يعني أنت مسيحية ويعني مفروض open minded وهالقصص بس بغض النظر مسلم مسيحي كلنا حسب الانين واحد طالع بس أنه الإلتزام ما قاله دين يعني عارشتي كيف أنه كل الأديان فيها الإلتزام لا ما في عند أبوي ما في خلاص بنتي بنتي ضدلها عندي ما كان عنده أي شي غير هيك براسه خلاص